بسم الله الرحمن الرحيم عند الرحمن أنزي معكم موقع xq55.net قدم جهاز Galaxy S3 هذا الجهاز موجه للشرق الأوسط باللون الأبيض والغريب الموضوع بأن الجهاز هذا لا يأتي بصورة من الخارج كوضع Galaxy Note مثلا أو كوضع الأجهزة المتواجدة في السوق عادة ولكن يبدأ أنهم التزموا بالشكل السابق لGalaxy S2 Galaxy S2 السابق هو صندوق UK العريض يوجد صندوق أقل سماكة الموجهة للشغل الأوسط بالنسبة لتشطيب الصندوقه باللون الأبيض تشطيب جيد بالنسبة للS2 مكتوب اللغة العربية هذا دليل على تواجد لغة عربية وتوجيه للشغل الأوسط مقارنة مع صندوق الوون اكس ستجد بأن صندوق الوون اكس بشكل أفضل أو بتشطيب غريب قليلا أيضا تواجد لغة عربية في الوون اكس من الجانب الأيسر بالنسبة لتواجد أو بالنسبة لصندوق النوت ستجد بأن النوت أعرض شأنه شأنه الجهاز العريض ومن الخلف ستجد كلمات باللغة الإنجليزية تواجد أو دليل على أن هذه النسخة موجهة لبريطانيا عند الذهاب للجهاز Galaxy S3 ستجد بأن الصندوق مكتوب من الخلف بعض الكلمات التي تمدح S3 مثل إنه يرى يسمع يعرف يشارك والأمور الأخرى بالنسبة للمواصفات الجهاز وهي الأهم بالنسبة لي الجهاز ببروسيسور 1.4 رباعي النواة وهو من أقوى بروسيسورات سامسونج الحالية الفرق ما بين Galaxy Note وGalaxy S3 البروسيسور هنا 1.4 ولكن ثنائي النواة والبروسيسور هنا هو 1.4 رباعي النواة وهذا يعطي أداء أعلى بكثير من الأنوية الثنائية عند الذهاب للشبكات يدعم جميع الشبكات مع عدل 4G HSPA هي أعلى الشبكات قبل 4G ثم HGPR رئيس شبكات العادية وهذه الشبكات 2G طبعا وعند الذهاب لشاشات أو نوع الشاشة هي شاشة HD Super AMOLED وهي أيضا مطابقة لGalaxy Note ولكن بما أنه رزولوشن واحد والشاشة أقل في الجالكسي S3 إذن الجالكسي S3 الشاشة ستكون أفضل بالنسبة لي الكاميرا الكاميرا خلفية 8 ميجي بيكسل والكاميرا أمامية 1.9 الكاميرا أمامية بالنسبة لأقرانه وهي 1X أو آيفون 4S أقوى الكاميرا أمامية هي لGalaxy S3 بالنسبة للنظام هو أندرويد 4.0.4 معرب من جوجل وليس معرب من سامسونج أي أن التعريب الحالي هو تعريب بالواجهة مع تواجد العديد من لغات الألمانية الإنجليزية الصينية وبعض الأمور الأخرى يبدو أن بعض اللغات السواحلية واللغات الغريبة غير متواجدة في رومات 4.0.4 اسم الجهاز التقني هو i9300 متواجد ملف خاص بهذا الجهاز بالبوكس الخاص بموقع XQ55 يوجد فيه الرومات والسي أفروت والملفات المسحوبة والخلفيات والموسيقى والأمور الأخرى عند فتح الجهاز ستجد تواجد الجهاز مع كلمة HD Super AMOLED وهي تبيان بأن تم تغيير الشاشة وكود كور سي بيو بروسيسر رباعي نوع وتقنية بلوتوث أيضا تم تدعيمها بـ 4.0 وتواجد NFC لكل نسخ S3 بالكامل أي سابقا نسخ Galaxy S2 يوجد NFC ولكن موجه لأمريكا أو أوروبا مثلا الآن NFC متواجد مع كل نسخ S3 تواجد طبعا واي فاي دايريكت والأمور الأخرى المتعلقة بوسائل النقل البلوتوث الحالي يفرق عن أي بلوتوث آخر بأن البلوتوث الحالي يعطي مسافة 40 متر إرسال واستقبال الجهاز بوزن خفيف الآن هو بدون بطارية عند الذهاب لفتح الصندوق ستجد كاتلوج أو دليل تشغيل مرفق معه كلمة سامسون بالإنجازية دليل تشغيل الآن بالعربية بالكامل أول نسخ تم إرسالها للشرق الأوسط وهذه بادرة ممتازة من سامسونج نزول الجهاز هو تاريخ 24-5 وهو أسرع من بريطانيا قد طلبت الجهاز من بريطانيا لكن لم يصل إلى الآن سيصل تاريخ 29 يتم الشحن من هناك إذن الشرق الأوسط أسرع بخمس أيام تقريبا الأمور المتواجدة داخل الصندوق هي سلك الUSB المطابق بالنسبة لي للجالكسي نوت وهو مشطب تشطيب ممتاز وتواجد شحن ثنائي وهو خاص بالشرق الأوسط أيضا تواجد بطارية 2100 وهي أعلى بطارية متواجدة لجهاز بشاشة 4.8 من بعد النوت النوت 2500 وهو 5.3 أي أن أعلى بطارية لشاشة 4.8 و 4.7 هو لـ S3 بالنسبة للسماعة أجد أنه سماعة مطابقة لجالكسي نوت إذا كان لديك جالكسي نوت أو شاهد سماعة جالكسي نوت السماعة مطابقة لجالكسي نوت مع تواجد ربلات أكثر لجالكسي S3 هي تواجد في الصندوق الأمور التالية شحن وUSB وسماعة وبطارية وربل للسماعة قد وضعت الربر الجانبا هذه الأمور المتواجدة في صندوق S3 عنده الذهاب لـ S3 وتبيان الهاردوير الخاص بـ S3 الجهاز بمعالج 1.4 رباعي النواة و ذاكرة 1 جيج و 1 جيجا بايت الرام و ذاكرة الداخلية 16 جيج وتأتي بـ 3 أنواع 16 و 32 و 64 و النسخ الحالية هي نسخ 16 جيج الجهاز يأتي بـ زري لمس من الأسفل و زر هارد بطن وهو زر يتم الضغط عليه وليس المس من الجانب الأيسر يوجد زري الصوت أعلى و أسفل و الجانب الأيمن يوجد زر الباورد و زر التشغيل أو الأطفاء الجانب الأسفل يوجد مايكروفون مع USB أو مايكرو USB و من خلال هذا أيضا يمكن أن تخرج HDMI out لتوصيل هذا الجهاز بالتلفاز مثلا من الجانب الأمامي تجد بأنه يوجد كاميرا أمامية 1.9 و حساس حركة و حساس ضوء وتواجد سماعة من الأعلى وهو سماعة الاتصال للهاتف من الخلف توجد كاميرا 8.0 أو 8 ميجا بيكسل وتواجد سماعة لسبيكر آوت و زر LED الخاص بالكاميرا وهو الفلاش من الأعلى يوجد 3.5 مخرج لسماعة الأذن 3.5 هي سماعة مطابقة لغالكسي نود كما شرحت سابقا الجهاز مشطه بتشطيب جيد الحقيقة و مقارنة التشطيب مع HTC أجد أن HTC اهتمت بالوزن والشكل والإنحناءات أكثر من غالكسي S3 الجانب الأمامي أيضا يوجد ميزة غير متواجدة في الONE X قد افتقتها وهي ميزة تواجد زر MENU أي هنا المنيو سيكون في الأعلى ولكن في S3 سيكون في الأسفل سأشرح هذه الأمور ولكن الآن فقط للهاردوي سأشرح الأمور الداخلية في الجهازين بالنسبة للجانب الأعلى يوجد تواجد تطابق لمكان 3.5 تقريبا السماعة الخارجية من الخلف الكاميرا 8 ميكا بيكسل 8 ميكا بيكسل تواجد بانوراما في HTC وتواجد تصوير ذو 8 و 3 سأشرح الأمور هذه إن شاء الله في فيديو منفصل بالنسبة لسمك الجهازين S3 طبعا أقل سماكة من ONE X وشاشة S3 أكبر من شاشة ONE X بفاصلة واحد تقريبا بالنسبة للمقارنة مع النوت تجد أن النوت أعرض بشكل ملحوظ والشاشة هنا خمسة فاصلة ثلاثة وشاشة هنا أربعة فاصلة ثمانية عند الذهاب للجانب الأيمن تجد بأن النوت سمك ملحوظ الجانب الخلفي أيضا ستجد بأن النوت سمك ملحوظ يعني حجم أكبر من الجانب الأيمن نفس الفكرة زر الصوت والفوليوم سمك الجهاز طبعا أكيد النوت أسمك من S3 باقي الأمور للبرامج الداخلية والأمور الفنية في جهاز S3 مثل تواجد فيديو بالخلفية ودبل كليك تاب يجعلك تذهب لآخر القائمة وأمور أخرى قوية في جهاز S3 سأشرحها في فيديو منفصل ولكن بسبب طول هذا الفيديو أكتفي بهذا الشرح لهذا الحد وإن شاء الله سأقدم شرح ومقارنة ملموسة مع أجهزة One X وGalaxy Note وS3 في أقرب وقت ممكن بإذن الله للمزيد فضلا نتابع موقع XQ55.net اشتركوا في القناة